وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمرقي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناع والتصدير بالإضافة إلى استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة